لقد قمنا مسبقاً بوضع تعريفات لبعض العمليات التي يمكن إدراؤها على المتجهات فقد وضعنا تعريفاً لجمع المتجهات سأفترض وجود المتجه ذو القيم A1 وA2 وصولاً إلى AN والمتجه ذو القيم B1 وB2 وصولاً إلى BN قمنا بتعريف ناتج جمع متجهين بأنه متجه ثالث حيث أن كل من مركباته هي حاصل جمع المركبات المتناظرة للمتجهات التي يتم جمعها إذن يحتوي المتجه الناتج عن الجمع على القيم التالية القيمة A1 مضافاً إليها B1 والقيمة A2 مضافاً إليها B2 وصولاً إلى إضافة القيمة AN إلى القيمة BN وقد قمنا بإمتاج العديد من مقاطع الفيديو حيث استخدمنا تعريف جمع المتجهات هذا ونعلم أيضاً كيف يتم إجراء ضرب المتجهات في قيم قياسية ويمكن تسمية ذلك بتغيير حجم المتجهات تصغير المتجهات أو تكبيرها عند ضرب العدد الحقيقي C في المتجهد القيم A1 وA2 وصولاً إلى AN يكون الناتج هو المتجه ذاته بعد ضرب كل من مركباته في العدد C ويحتوي المتجه الناتج على القيم التالية القيمة الناتجة عن ضرب العدد C في القيمة A1 والقيمة الناتجة عن ضرب العدد C في القيمة A2 وصولاً إلى القيمة الناتجة عن ضرب العدد C في القيمة AN وبعد التعرف إلى هاتين العمليتين ربما تتسأل أليس من الجيد وجود طريقة لضرب متجهين؟ هذه العملية هي ضرب عدد في متجة أي تكبير المتجة أو تصغيره فحسب وهذا هو الاختلاف الحقيقي الذي يمكن رؤيته عند تمثيل المتجة بثلاثة أبعاد أو أقل لم نقم بتعريف مصطلح الحجم بدقة بعد لكنك تفهم هذه العملية على الأقل توجد طريقتان لضرب المتجهات أو إيجاد ناتج الضرب وسأقوم بتعريف أحدهما في مقطع الفيديو هذا وهي إيجاد ناتج الضرب القياسي أو النقطي للمتجهات ويتم التعبير عن الضرب القياسي كالتالي يتم كتابة المتجة أي ثم رمز الضرب القياسي المتمثل في نقطة ثم المتجة بي إذن تم استعارة أحد أنواع رموز الضرب التي شاهدتها ولا تستطيع كتابة إشارة الضرب المألوفة لأنه سيصبح بذلك نوعا مختلفا من ضرب المتجهات من الممتع إجراء الضرب القياسي للمتجهات فهو بسيط من ناحية رياضية بعكس الضرب الاتجاهي ناتج الضرب القياسي للمتجه A الذي يحتوي القيم B1 وB2 وصولا إلى BN في المتجه B الذي يحتوي القيم B1 وB2 وصولا إلى BN يساوي ناتج ضرب قيمهما المتناظرة إذن يحتوي المتجه الناتج على القيم التالية إذن يحتوي المتجه الناتج على القيم التالية القيم A1 مضربة في B1 مضافا إليها القيم A2 مضربة في B2 مضافا إليها القيم A3 مضربة في B3 وصولا إلى إضافة القيم AN مضربة في BN ما هو ناتج هذا المقدار؟ هل هو متجه؟ لا، الناتج هو عدد ينتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية فهو ناتج عن ضرب قيم المتجهات ثم إضافة مجموعة من الأعداد الحقيقية إلى بعضها هذا المقدار الذي قمت بالإشارة إليه باللون الأخضر يساوي قيمة قياسية أي عدد حقيقي عند إجراء الضرب القياسي يتم ضرب متجهين لإنتاج قيمة قياسية سأقوم بشرح بعض الأمثلة في حال كان هذا التعريف مجردا جدا سنقوم بإيجاد ناتج الضرب القياسي للمتجهد القيم A2 و5 في المتجهد القيم A7 و1 وهذا يساوي العدد 2 مضروبا في 7 مضافا إليه العدد 5 مضروبا في 1 ويساوي العدد 14 مضافا إليه العدد 5 ويساوي العدد 19 وبالتالي ناتج الضرب القياسي لهذين المتجهين باللون الأصفر هو العدد 19 سأقوم بعرض مثال آخر على الرغم من أنني أعتقد أن هذه فكرة بسيطة للغاية وسأكتب المثال باللون البنفسجي الفاتح ناتج الضرب القياسي للمتجهد القيم 1 و2 و3 في المتجهد القيم سالب 2 و0 و5 يساوي ما يليه العدد 1 مضروبا في سالب 2 مضافا إليه العدد 2 مضروبا في 0 مضافا إليه العدد 3 مضروبا في 5 ويساوي العدد سالب 2 مضافا إليه 0 مضافا إليه 15 ويساوي العدد 13 وهذا هو ناتج الضرب القياسي استنادا إلى هذا التعريف سأقوم الآن بوضع تعريف آخر وهو تعريف طول المتجهد وربما تتسأل عرفوا مسبقا ما هو طول شيء ما فقد اعتدت على قياس الأشياء منذ الطفولة لما علي الانتظار حتى الجامعة للحصول على التعريف للطول الإجابة هي هذا لأننا نقوم بعرض المواضيع ضمن مجموعات أكبر من المجموعة آر ثلاثة أو الفراغ ثلاثي الأبعاد الذي اعتدت على التعامل معه فما نقوم بعرضه هو مبني على احتمالية وجود 50 مركبة لهذه المتجهات وسينطبق تعريف الطول هذا على المتجهات ذات 50 مركبة ومع ذلك سيتماشى مع مفهوم من السابق القاص بالطول الرمز المستخدم للدلالة على الطول هو هذين الخطين العموديين حول المتجه تعريف طول المتجه هو كالتالي طول المتجه A يساوي الجذر التربيعي لمجموعة قيم مربع كل من مركبات المتجه A أي الجذر التربيعي لحاصل جمع مربع القيمة A1 ومربع القيمة A2 وصولا إلى مربع القيمة AN وهذا تعريف بسيط سأسمي هذا المتجه ذو القيم 2.5 بالمتجه B ما هو طول المتجه B؟ طول المتجه B يساوي الجذر التربيعي لمربع العدد 2 مضافا إلي مربع العدد 5 ويساوي الجذر التربيعي للعدد 4 مضافا إلي العدد 25 ويساوي الجذر التربيعي للعدد 29 وهذا هو طول المتجه B وربما تفكر إنني أعلم ذلك مسبقا يمكن إيجاد الطول عن طريقي مبرهنة في ثاغوس سأقوم برسم المتجه B هذه هي المحاور ولرسم المتجه B من نقطة الأصل نتجه بمقدار وحدتين باتجاه اليمين وبمقدار 5 أحدات إلى الأعلى وهذا المتجه باللون الأصفر هو المتجه B طول الظلع الأفقي هو وحدتين وطول الظلع الرأسي هو خمسة وحدات وبالاستناد إلى مبرهنة في ثاغوس طول المتجه B الذي ينتمي إلى المجموعة R2 أو فراغ ذبعدين يساوي الجذر التربيعي لمربع العدد 2 مضافا إلي مربع العدد 5 وهذه هي النتيجة ذاتها التي قمنا بإيجادها في الأعلى وبالتالي يتماشى تعريف الطول هذا مع فكرة إيجاد الطول في فراغات ذات بعد واحد أو بعدين أو ثلاثة أبعاد لكن الأمر الخاص المتعلق بهذا التعريف هو أننا نستطيع الآن البدء بالتفكير في طول متجه يحتوي خمسين مركبة حيث يعد تصور هذا الطول بالطريقة التقليدية غير منطقيا البتة مع ذلك نستطيع الاستمرار في تطبيق تعريف الطول هذا والتوصل إلى أفكار تتجاوز مع تدنى ربط مصطلح الطول بها هل يمكن ربط الطول بناتج الضرب القياسي؟ ما هو ناتج إيجاد الضرب القياسي للمتجه A مع نفسه؟ سأكتب المتجهات مرة أخرى ما هو ناتج الضرب القياسي للمتجه الذي يحتوي القيم A1 وصولا إلى القيمة A-N في المتجه الذي يحتوي القيم A1 وصولا إلى القيمة A-N ناتج الضرب القياسي يساوي القيمة A1 مضروبة في القيمة A1 ويساوي مربع القيمة A1 مضافا إلي القيمة A1 مضروبة في القيمة A2 ويساوي مربع القيمة A2 وصولا إلى إضافة القيمة A-N مضروبة في القيمة A-N ويساوي مربع القيمة A-N ماذا يساوي المقدار؟ إنه يساوي ذاته الموجود أسفل الجذر وبالتالي هذان المقداران متكافئين إذن يمكن كتابة تعريف طول المتجة باستخدام تعريف الضرب القياسي للمتجهات طول المتجة يساوي الجذر التربعي لناتج الضرب القياسي للمتجة في نفسه وبتربع كلا الطرفين التعريف الجديد لطول المتجة هو كالتالي مربع طول المتجة يساوي ناتج الضرب القياسي للمتجة في نفسه لا تحتاج نتيجة السابقة إلى إثبات لكنها نتيجة مفيدة سنقوم باستخدامها في مقاطع فيديو لاحقة كانت تلك مقدمة عن الضرب القياسي وطول المتجة وسأقوم في مقطع الفيديو التالي بشرح مجموعة من الخصائص المتعلقة بهما قد يبدو ذلك مملا لكن أريد شرح جامعي تلك الخصائص لاستخدامها في إثباتات مستقبلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر